تعرضت سفينة تجارية تابعة لإسرائيل على بعد مئتي كيلومتر من السواحل الغربية للهند لهجوم عبر طائرة مسيرة لم يعرف مصدرها بعد ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وقد تم يخماده فيما بعد شركة الأمن البحري البريطانية أمري قالت بأن السفينة ترفع العلم الليبيري وأن الحادثة لم يتسبب في وقوع إصابات بشرية وفي ظل مواصلة الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر على السفن التجارية اتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع الوثيق في هذه الهجمات وفي وقت تدرس فيه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل استخداما محتملا للقوة في إطار تحالف شكلته مؤخرا البيت الأبيض لفت من خلال معلومات استخباراتية أمريكية إلى أن طهران زودت الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ إضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون قالت لشبكة CNN بأن تقريرا استخباراتية أمريكية رفعت عنه السرية مؤخرا يشير إلى أن إيران متورطة بشدة في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر واتسون أضافت بأن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن الدعم الإيراني طوال أزمة غزة مكن الحوثيين من شن هجمات على إسرائيل وأهداف بحرية وأن إيران لديها خيار تقديم هذا الدعم أو حجبه مشيرة إلى أنه لو لا الدعم الإيراني لواجه الحوثيون معاناة في تتبع وضرب السفن التجارية خلال مقابلة مع السرق رفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناثان تيك التعليق حول أي إجراءات بخصوص الحوثيين في اليمن إلا أنه أدان بشدة ما يحصل في البحر الأحمر كما قلنا قلنا قبل هذا التجارية يأخذ ولكن لا سأتحدث عن التجارات الإيرانية أو أن أتحدث عن أي حوثيين هناك في المهمة ليس لزميز율 بأنه تهاتي تقلت ترون تعمل مجتمع إيبوث حيث اتفاق ودستقل هذه التجارية ونحن ن التجارية إنه كاملتي لديها إنه حياتي إنه إلا تجارية باسقا لثمتا قلنا استقل هذه التجارية إسم слов الأكثر حيث في الدعم الإيئيان حيث على المحل حيث 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 وإذن حيث ملامح أزمة أو حتى حرب دولية تلوح في أفق مياه البحر الأحمر البقعة التي يمر عبرها ما لا يقل عن 12% من إمدادات النفط العالمية بوادر هذه الأزمة ظهرت بعد أن علقت ثلاث من أكبر شركات الشحن البحري في العالم عملها في مياه البحر الأحمر على إثر استهدافات متكررة من قبل الحوثيين للسفن التي تمر من خلال هذه المنطقة تزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية إسقاط 14 طائرة مسيرة انطلقت من أراضي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فماذا يعني هذا بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من تداعيات جائحة كورونا وفق بيانات منظمة التجارة العالمية يمثل النقل البحري نحو 90% من النقل المتبادل على مستوى العالم وبالتالي سيؤثر ذلك على سلاسل التوريد في منطقة الشرق الأوسط التي تعد نقطة التقاء بين قرات آسيا وأوروبا وإفريقيا وهذا يعني أن تكلفة التأمين البحري وخاصة للوجهات في الشرق الأوسط سترتفع بشكل أكبر على النقلات البحرية بشكل عام أو بتلك المرتبطة بالتحديد بإسرائيل هذه التفاصيل أكدتها وكالة ستاندرد أنبوز قائلة بأن تكلفة التأمين قد ارتفعت بمتوسط 13% بالنسبة لسفن الحاويات وبالزيادات أيضا متوقعة على بقية أنواع السفن يأتي كل ذلك بينما أدرجت سوق التأمين في لندن الأسبوع الماضي جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية الخطورة وبناء عليه يتعين على السفن اختار شركات التأمين الخاصة بها عن إبحارها في تلك المناطق بالإضافة لدفع قصط إضافي وهذا يعني بأن ارتفاع أكصاد التأمين ضد المخاطر سيكون موجودا وسيترجم فعليا إلى تكاليفة زائدة بعشرات الآلاف من الدولارات للرحلات المتجهة إلى جنوب منطقة البحر الأحمر وبالتالي فإن تسلسل هذه الأزمة لن يتوقف حتى تقفز أسعار السلع المستوردة إلى أرقام قياسية وهو ما يعني عمليا العودة إلى مربع التضخم حيث يتعامل مضيق باب المندب جنوبية البحر الأحمر وقناة السويس مع بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بشكل يومي مثل النفط والقمع إضافة إلى بقية السلع الحيوية اليومية للمزيد حول كل هذه التفاصيل وحول التقرير الأمريكي من عمان يلتحق بنا العميد رزق الخوالدة الخبير في أشؤون العسكرية والاستراتيجية أهلا وسهلا بك معنا إذن تابعنا بأن هناك تكلفة باهظة لمثل هذه الهجمات اقتصاديا ما يعكس أهمية بالغة لهذه المنطقة لكن دعنا نتحدث عن الجانب العسكري ودعني أبدأ معك من التقرير الأمريكي الذي رفعت عنه السرية ويشير بشكل واضح إلى تورط إيران في التخطيط لمثل هذه العمليات استهداف السفن في البحر الأحمر هل في ذلك محاولة من واشنطن لرفع العتب عن نفسها وانصحت العبارة إظهار شكل آخر بعد ما يقال بأنه فشل في تأمين هذه المنطقة أنا أعتقد يا سيدي بداية أن أشكرك على الاستضافة وأشكر قناة الشرق على هذه التغطية بداية يا سيدي أن منطقة الحوثيين وعمليات الحوثيين كانت منذ عام 2015 عمليات بدائية ولكن المتتبع لها منذ اندلاع عزمة غزة أنها ازدادت وطيرتها قوة ومدى بالإضافة إلى نوعيات عملية مختلفة تماما وبالإضافة إلى الدقة في مواجهة واقتناص وتتبع السفن البحرية وهذا يتطلب جهود استخبارية بإمكانيات أعلى من إمكانيات الحوثيين وهذا يؤكد أنها اعتمدت على مصادر أخرى أنا أعتقد يا سيدي أن هناك تعاون استخباري كبير ما بين الحوثيين وإيران وأن إيران أيضا استخباراتها أصلا ذات دعم روسي بعد تقديم الطائرات المسيرة لروسيا وهذا عزز من وجود معلومات استخبارية لدى الحوثيين أنا أعتقد الولايات المتحدة الملكية حقيقة أهملت المنطقة يعني خلال العشر سنوات الماضية أو الخمس سنوات الماضية ولكن هو بنفس الوقت فإن إيران تأخذ دور واسع خاصة من المجال العسكري في تعزيز قدرات الحوثيين إيران تحاول أن تعزز من قدرات عملائها في المنطقة سواء على الساحة العراقية أو في لبنان أو في الحوثيين وبدأت تأخذ من الحوثيين مركز ثقة لها في هذه المنطقة الحساسة من العالم والتي تؤثر على الاقتصاد العالم يعني بما لا يدع مجال الشك أن الحوثيون مدعومون وإن كان من جانب عملياتي بمثل كل هذه التفاصيل من قبل إيران لا شك سيدي 2014 الحوثيين لا يمتركون إلا أسلحة بسيطة جدا يعني أسلحة رشاشات وما غيرها ولكن الآن الحوثيين عام 2023 لديهم قدرات على إطلاق صواريخ إطلاق طائرات مسيرة بمدايات وبدقة وهذه تقادم الصناعة الحوثية أعتقد جاءت بناء على التكنولوجيا إيرانية والتي استوردت إيران من الخارج ولكن يوما بعد يوم أن هذه التقنيات وهذه الصناعة وهذه القدرات التي تمتلك الحوثيين أنا أعتقد أنها عززتها إيران وهذا مؤكد منذ عاصفة الحزم طيب وعمل إدرسك هذا يقودني لتساؤل مهم هذا الحديث يقودني أيضا لتساؤل مهم حول الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الولايات المتحدة كدولة مقابل إيران كدولة وهي اليوم التي تقول بأن إيران بالفعل تدعم مثل هذه العمليات ونعلم بأن تحالف كبير شكلته للولايات المتحدة يوجد الآن في المنطقة من أجل الحفاظ على مسألة الأمن البحري ومضيق باب المندم إلى أي مدى قد يقودنا ذلك أيضا إلى شبه مواجهة سيدي المنطقة الآن أعتقد لا تحتم المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران كلاهما سيتجي إلى التادئة وإن إيران تحاول أن تلعب في مجال حيوي تحقق لها أكبر مكاسب من هذه الأزمة سواء من أزمة ما يجري الحرب على غزة ومن خلال أزمة الحوثيين وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تادئة المنطقة ولكنها أعلنت أن هذه العمليات وأن ما تقوم بالحوثيين هي بقدرات إيرانية وهذه رسالة باتجاه إيران أنها عليها أن تتنحى عن دعم الحوثيين وأن يتوقف القرصن البحرية هذه نقطة النقطة الأخرى يا سيدي أن التحالف حارس الازدهار أن هذا التحالف لا يؤثر فقط على الولايات المتحدة الأمريكية أو على المنطقة إنما يتأثر فيه كامل الاقتصاد العالمي خاصة أن النفط العربي المصدر إلى أوروبا وخاصة عن طريق باب المدن وقناة السويس مرتبط أيضا بالإمدادات الروسية التي توقفت باتجاه أوروبا أو تأثرت باتجاه أوروبا هذه العملية معقدة حقيقة هناك أكثر من عامل وأكثر من شيء يؤثر فيها ولكن يا سيدي بنهاية اليوم أن القدرات الحوثية والصناعة الحوثية تتقادم يوما بعد يوم وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تأخرت في معالجة هذا الموضوع منذ عاصفة التعالف الدولي أو عاصفة الحزمة التي قامت بالدولة العربية من عمان العميد رزق الخوالد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك